اهلا بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية تحدثنا عن موضوع ملكة اليمين ووصلنا لنتيجة بأن نكاح هذه الفئة من النساء ملكة اليمين بين قوسين تتطلب إذنا من الأهل ودفع مهر وكتابة عقد بين الطرفين وهذه الشروط لا تطابق شروط نكاح الإيماء عند فقهاء الإسلام وهذا ما جعلنا نطرح سؤالا مهما في آخر الحلقة أي نوع من النكاح هذا وما هو مفهوم ملكة الأيمان بالرجوع للآيات الأربعة عشر في القرآن التي تتضمن عبارة ملكة أيمانكم لم نجد أي نوع آخر من أزدجات غير زواج الإيماء نظرا لعدة أسباب أهمها أولا ليس هناك تساوي بين المحصنات المؤمنات وملكة الأيمان كما هو واضح في بداية الآية 25 من صورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخره وهي إشارة لقلة الوسيلة المادية لنكاح المحصنات المؤمنات ربما لغلاء المهور بالمقارنة مع مهر الآمة وهو كما يبدو نصف مهر الحرة ولهذا السبب يأتي العقاب بنصف عقاب الحرة في حال وقوع فاحشة كما هو جلي في آخر الآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إلى آخره وعندما يتحدث القرآن عن العقوبات عند ارتكاب الفاحشة والتي معناها الزنا يذكرنا بالهدف المنشود وراء تشريع عقد النكاح وشروطه أي القضاء على الزنا تماما ولهذا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى آخره وذلك في الآية الثلاثة وثلاثين من صورة النور حيث إن المعاشرة الجنسية بين رجل وامرأة في التشريع القرآني لا يتم إلا في إطار عقد النكاح ولهذا أشار مرات عديدة لموضوع كتب الكتاب ودفع المهر وموافقة الأهل وحضور الشهود على هذا العقد والجماع خارج هذا الإطار التشريعي يعتبر زنا وفاحشة يجب لابتعاد عنه بموجب الآية اثنين وثلاثين من صورة الإسراء ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لأن الزنا بحسب الشريعة في كل الديانات الإبراهيمية هي معاشرة الرجل للمرأة دون عقد زواج ووطأ الآمة دون هذا العقد يعتبر زنا وإلا يكون هذا التشريع ظلما مركبا في حق هذه المرأة التي اختطفت من أهلها وزوجها وبلدها تحت مبرر واه وهو السبي ويضاف ظلم آخر على هذا الظلم بوطئها دون رغبتها وموافقة أهلها وكتب عقد على أنها راضية أمام الشهود بهذا الزواج ومطمئنة لرضى أهلها وفرحة بتمتع بمهرها وضمان ارتفاع مكانتها للجماعية من آمة خادمة إلى زوجة وربة بيت حيث يضمن هذا العقد كذلك حقها في النفقة والكسوة والسكنة وكل ما يتعلق بحقوق الزوجية وإلا فما أتى به القرآن فالآمة قبل الإسلام كان لها حقوق أفضل مما قدمه علماء إسلام لها وليس القرآن لأن القرآن بموجب الآيات التي سبق ذكرها خاصة في سورتي النساء والنور يضمن لها هذه الحقوق والتي حرمها علماء الإسلام منها بتفسيرهم غير موفق فالشريعة اليهودية والمسيحية قبل الإسلام أعطت لسبية الحرب حقوقا لم يستطع علماء الإسلام حتى التفكير فيها لغياب لغة المنطق في بعض تفاسيرهم للنص القرآني ودون الاكترات لما كانت عليه مثل هذه الأمور قبله على سبيل المثال إذا أراد اليهود أخذ سبية حرب لبيته ليعاشرها عليه شروط وتشريعات لا يستطيع تخطيها فيجب عليه أن يحلق شعرها ويقلم أدفارها ثم يغير ملابسها ويتركها في بيته لمدة شهر كامل تبكي أقرباءها وبعد ذلك إن أعجبته يحل له الزواج بها كما يتزوج من اليهودية الحرة وفي حال لم تعجبه يطلق سبيلها ويعتقها ولا يبيعها في سوق النخاسة حيث جاء في التوراة صفر تتنية الإصحاح 21 من العدد 10 إلى 14 يقول النص إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها وتخدتها لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أدفارها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي أباها وأمها شهرا من الزمان ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل أنك قد أدللتها انظر عزيز المشاهد لهذه الآيات من التوراة وقارنها بالتشريع الإسلامي فتلاحظ بنفسك الفرق الشاسع بين تشريعين أما في المسيحية فالموضوع أكثر رقيا وإنسانية فحتى مجرد نظر لامرأة غير الزوجة بنظرة شهوانية يعتبر زنا كما ورد في إنجيل متة إصحاح 5 العدد 28 يقول السيد المسيح وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى أَمْرَأَةٍ لِيَشَّهِيهَا فَقَدْ زَنَا بِهَا فِي قَلْبِهِ انظروا إلى هذا التشريع فالخطيئة نابعة من العقل أولا قبل أن تكون فعلا ومعالجة الخطيئة تتم من الداخل قبل الفعل فإذا كان وضع الآمة أفضل قبل الإسلام لما كان لها من حقوق فما الخير إذن في تشريعه لهذه المرأة المسكينة قد تكون بنتك أو أختك أو أمك أو زوجتك المصون لا قدر الله فليس من المعقول أن يأتي كتاب مقدس بعد أكثر من 600 سنة على وجود التوراة والأناجيل بأقل ما أتت به هذه الكتب المقدسة وبالرجوع لمفهوم العبارة نفسها ملكة أيمانكم في القرآن نجد فيها دلالة لغوية على هذا العقد المنسي عند علماء الإسلام وكما قال الدكتور كريستوف ليكسنبرغ بموجب علم الفيلولوجيا أو علم فقه اللغة المقارن أن معنى عبارة ملكت يمينا تعني حلفت يمينا أمام القاضي أو العدول على الزواج بها والإحسان إليها إذن النص القرآني قدم حقوقا مهمة لملكة اليمين بحسب صورة النساء التشريعية وصورة النور التوضيحية لكن اغتصب علماء الإسلام هذه الحقوق خطأا أو عمدا وأصبحت أسيرة الحرب مكافأة جنسية دون حقوق للمقاتل في ساحة الحرب أو للغني الذي يملك تمن هذه الآمة حاول النص القرآني محاربة الفاحشة والزنا ليكون أفضل من التوراة في تشريعه لكن علماء الإسلام جهلا أو خطأا قاموا بإبطال عقد نكاح السبية وتركوها لعبة في يد الجهاديين والدواعش يستمتعون بها ثم يبيعونها بعد إشباع غريزتهم الجنسية في سوق النخاسة بأبشع الصور التعدي على حقوق الإنسان نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة